أكد الاختصاصي بالشؤون الاقتصادية صباح العقالي أنه كلما كان الفساد مرتفعا فإن مستوى الإرادات ينخفض الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على النفقات العامة للدولة ملفات الفساد الإداري والمالي له تداعيات أو انعكاسات سلبية على الواقع الاقتصادي الذي يتمثل بالواقع الخدمي، الواقع الاجتماعي، الواقع السياسي، الواقع العسكري وبالتالي هذا التأثير يتم من خلال تأثيرها على الموازنة العامة الكل يعلم أن الموازنة العامة هي عبارة عن نفقات والإرادات فكلما كان مستوى الملفات مرتفعا من ناحية الفساد الإداري والمالي كلما كان هناك تأثير سلبي على الإرادات وبالتالي هذه الإرادات أو انخفاض هذه الإرادات ستنأكس سلبا على النفقات العامة